على أي أرضية إذن من الممكن أن يقف المتفاوضون من أجل اتفاق نووي جديد؟ احتمال نحن نحكي في الفرضيات وليست هناك معلومات مؤكدة أن هناك إعداد لتفاوض يعني لا زيارة كومبيو جاهزة كانت لعرض مفاوضات ولا إيران حاليا بوارد أن توافق على إعادة فتح الاتفاق من أجل تعديده لإدخال مواد جديدة تقيد البرنامج الصاروخي أو لإدخال مواد جديدة أو باب جديد يتفق فيه بين الدول الست الأخرى مع إيران على حدود النفوذ وما هي المصالح التي يمكن لإيران أن تطالب بها خارج حدودها سواء في العراق أو في سوريا أو في أفغانستان وغيره إذن الأمور ليست جاهزة ليس هناك أي تمهيد وأعتقد بأن إيران تريد أولا كثمن للموافقة على التفاوض أن ترفع العقوبات لكن هذا قد لا يكون واردا لدى الولايات المتحدة لأنها تعرف بأنه إذا وافقت إيران على التفاوض فهذا لأن هناك ضغط جاءت به العقوبات ولن ترمي هذه العقوبات فقط من أجل الموافقة على التفاوض ثانيا البلاد المتحدة تريد أيضا أن يكون هناك مسار جدي يعني أن تكون هناك استعداد إيراني واضح للبحث في المسألتين الأخرين بالإضافة إلى مزيد من التقييد للبرنامج النووي أعتقد أن هذه هي الاحتمالات وليس هناك تصور إذا ما كانت هذه المفاوضات ستكون على الشكل السابق أي الدول الست مع إيران أو على شكل جديد لا تكون أولا بين الولايات المتحدة وإيران ثم تنقل لكي يباركها أو يكرسها الأطراف الخمسة الآخرين ترجمة نانسي قنقر